السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصدقائي الاعزاء اخبار مع عليكم كل سلام طيبين ان شاء الله احنا شفنا فيديو عن الصرف الصحي اللي كان معمول في فيلا غلط ان شاء الله دهوقتي بقى بنعرف الطريقة الصحيحة الطريقة الصحيحة احط تحت منها مئة الف خط الطريقة الصحيحة لتوصيل صرف صحي لفيلا لعمارة لبيت من الاساس اه شقة طبعا ممكن ينفع ممكن ما ينفعش بنسبة التسعين في المية بس ده الصح اللي هذا ما وجدنا عليه ابا انا واكداد انا هذا الشغل اللي يرضى ربناه سبحانه وتعالى ده الشغل اللي بص يعني ايه اللي يخليك تعيش في بيت صرف صحي ما تشمش ريحة وحشة ما تشمش ما تلاقيش حشرات ما تلاقيش اي حاجة تستد معك برعون الرحمن اه هنا احنا بازن الله ركبنا هنا الردد طبعا لسه بنزبط الشغل بتاع ده هنا غطى غرفة ان شاء الله يبقى هنا فيه غرفة للردد عشان انا لعمل له وسيانة ده هنا اللوك بتاعي لسه طبعا المونة تنشف بس وهنروع عالشغل بتاعنا بازن الرحمن اه ركبنا غرفة جهزة هنا حضرتك الغرفة الجهزة فويدها جمدة جدا 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 جدا. اول حاجة في الغرفة الجهزة حضرتك مصنع مدت البولي بروبلين سهولة سريان المية تضاق بتستحمل تدفق مية لتر مية في الدقيقة يعني تستوعب المية لو في مية جاءة بغزارة تستوعب بعد عندك بنشي متنين تلاتة واخدم يقول ممتازة جدا جدا ما تشيلش معك حشرات رواصب مالمس نعم سهولة نظافتها بتشيل طن ونص فوق منها اه الشيك بال في الرداد ووظيفته ان هو ما بيدخلكش حشرات جوه ما يخليش ان الصرف لو علي من الشارع من برا ما يردش عليك انت جوه هنا يبقى انت لو انت مسافر قفل بابك مش موجود حصل لقدر الله عطل في الشارع برا الصرف ما يخش لكش جوه ما فيش فقران حشرات تخش لك من الصرف مانع للريحة برضو يعني حاجة برضو زيادة ما يدخلكش ريحة الشارع من برا بوابة ستلس حاجة ممتازة جدا جدا مصنع من شركة مصرية المانية ايشيك تمن الشيك بال في الرداد خمسمائة جنيه تقريبا تمن الغرفة الجهزة ديت اه سبعمائة وخمسين جنيه امانمائة جنيه لو حسبناها مباني حضرتك وعزل وخلصانة وتعمل حاجة بانش حاجة محترمة جدا هتخش معاك في مبلغ وكادر انما حاجة بسبعمائة جنيه او تمنمائة جنيه مش هيكة مصرية المانية ايشيك حاجة ممتازة جدا 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 ايبعي كده يا سيد حامد طيب لو احنا جينا بصينا هنا كده حضرتك انا عندي هنا قلنا الغرفة بيديني خروج ستة بوصة واربع مخارج ادي واحد اتنين تلاتة اربعة اربعة بوصة ومخرج ستة بوصة طبعا احنا اللهم ملاك الحمد استخدمنا المخارج بتاعتنا كلها خدنا خط اواعد داخل الجاردين جوه هنا خدنا اخط تلاتة بوص اربعة بوصة على جليتراب قطع الريح علشان ماشي النفس اه ماشي بمش ريحة وحشة والنفس والريحة الوحشة متعدلش من الجليتراب اخدت عليه اه بجوه هنا الشاور بتاع البيبل بيبتين في الحمامين جوه وشاور وحواد مياه نظيفة جت على الجليتراب هنا علشان خاطر ماشي بمش ريحة وحشة في المكان واخدت منه حمام طلع معاية على فوق واخدت خط اربعة بوصة بسر مباشر حضرتك اهو ده هنا تعالى كده تعالى وراها كده هنا يا سيد حميد ارجع وراها هناك بس كده حضرتك عожу عروح هنا بس كده هنا ده هنا هو الخط بتاع سيادتك هنا هو خط تلتة بوصة خط اربعة بوصة خط بتلتة بوصة حضرتك جيه على الجليتراب ومن الجليتراب الجيه على الغرفة ماينفعش اجيب الثلتة بوصة اللي هو الخط الخفيف. يخش على الغرفة مباشرة. لازم احط له قاطع ريحة في النص. الاربع عبوسة بتاع الاعدس يتك نزل ودخل على كلها كعام مفتوحة. كعام مفتوحة في الزوايا. كعام مفتوحة في الزوايا عشان لو جيت اسلك افك الباب من فوق وسلك تمشي معي السوسة مستريحة. عملنا ده هنا مخرج لمجرى جريلة. هنحط جريلة هنا عشان قادر استوعب مياه المطر. آآ المخرج التاني دوت اخدنا عليه الجريل تراب داخل لجوه. ومخرج اربعة عبوسة داخل لجوه برضو عشان خاطر يجيب الاواعد اللي هنا. اصبح عندي فيه عندي هنا فيه دكت النحية دي. فجينا هنا حضرتك اخدنا. جينا هنا كده حضرتك اخدنا. مشترا كوي. خدنا هنا كده مشترا كوي. فرع الامامي بتاعه. اخد على جوه كده هنا. اخد خط اللي عبوسة اللي نزل من فوق من اعلى المبنى حضرتك. ده اللي جايب الاواعد من فوق. اخد كطبة تسليك هنا عشان ده عندي هنا باب خدمة. ده قدر الله عندي سيانة. بفتح طبة التسليك دي هنا عشان خاطر لو فيها اي حاجة ما تعملش معي تسليك وسيانة والكلام دوت اعرف اسلك وصيم من الطبة بتاعتي الجاملة ديت. من خلال الباب اللي المحترم جدا. بنزل هنا على كوعين مفتوحين. جيت هنا على كوع مفتوح. ومشي درك معي على هناك مباشرة على الغرفة. لو حطنا الميزان بتاعنا نيول بتاعتنا يا دوبك ماشي نص الشرطة. يعني متر في الصمتي. اه صمتي في المتر والليل. طب احنا شغالين من خمات الشريف. حاجة محترمة جدا 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 من الشركات التي تعتمد عليها في بيتك. عايز تعتمد على شركات جوه بيتك. بي اه الشريف اه والشريف اه بي ار وكاسل اكوا سيرمو وحمزة دول من افضل الشركات ممكن تعتمد عليهم في بيتك وفي شغلك. طبعا هنا عملنا تواصيلة البطارية خط السخن والراجع والبارد ومشينا مواصلنا طبعا لوسط ربيل الله يبقى لك له شغال معنا هو بيجمع خط المطور. طبعا اهم حاجة امشي في الارض بس سامحة تلحم كويس. وتيجي الشركة تختبر. يعني بص هنا مثلا اللحمات دي لازم الشركة تختبرها اختبرت. قال لك الشغلة تمام? يبقى الدنيا معاك كويسة ما تقلقش من اي حاجة لحت الارض بازن الرحمن. طيب ولو جينا برضو بصنا الناحية التانية المخرج التاني طبعا عندي فوق خط تلاتة وصة لسه نازل ان شاء الله هيجي هيجي معانا على آآ جلتراب هتلك جلتراب الناحية دي. جبنا هنا كده على جلتراب عشان ياخد معايا الخط اللي جاي من الضغط من جوة وهياخد معايا اوفيس جاي الناحية دي. ان شاء الله يا رب نول اعجابكم وان شاء الله بازن الله تابعونا على صفحة سباك شاطع على فيسبوك وكانات سباك شاطع على اليوتيوب شكرا.